طيب الكابتل محمود الخطيب كان ليه النهاردة كلمة همة جدا جدا لأبطال نادي الأهلي في كرة اليد بعد تتوجهم ببطولة كأس الكؤوس الأفريقية وأثناء تكرمهم اليوم من قبل مجلس إدارة النادي الأهلي خلينا نروح نشوف كلمة الكابتل محمود الخطيب ونرجع مرة تاني يلا بسم الله أحمر رحيم يا شباب طبعا في بداية ألف مبروك الحمد لله ربنا كرامنا بطولة كانت غيبة عن النادي الأهلي بقالها فترة طويلة مكسب البطولات ده رجالة بمسؤولية أكبر لأنه انتوا كده بتقولوا الناس حانوا نقدر وانتوا فعلا تقدروا انتوا تقدروا تضيفوا بطولات تانية وتقدروا تضيفوا كؤوس تانية وتقدروا تخلي رقابتكم فيها مدليات تتير انتوا تقدروا تعملوا كده لناديكم وبإسم ناديكم وتاريخه وإمكانياتكم كمجموعة لأن إمكانياتكم كبيرة جدا وإحنا مؤمنين بيها جدا وإنا هتذكر معاكم يوم ما خسرنا مطولة الدوري على جول وإحنا في الملعب وتقدروا تكسبوا الكاز بعدها بثلاث تيامة وانتوا عملتوا كده وقلت لكم مستقبل لكم وانتوا فعلا مستقبل لكم إن شاء الله يعلم بس انتوا بقى بتديتوا بدري وبطولة قرية كبيرة عشان كده المسؤولية بقت زيادة عليكم وانتوا فعلا تقدروا تحققوا لناديكم وإن نفسيكم تقدروا تحققوا لناديكم كتير جدا نحن كل نقدم نعمله بس إن احنا بنحاول نوفر لكم الإنكانيات كلها اللي تقدروا تساعدكم لكن ربنا صحة وتعالى بيدي مواهب وانتوا المواهب اللعبة دي وعندوك قدرات إنك تقدروا تتعلن تخلوا الفترة اللي جاية دي إزاي يكون البطولة جوة الناجلات أو البطولات جوة الناجلات فمحتاج شيء من يعني القوة تزيد والروح تزيد والانتزام يزيد والتركيز يزيد عشان كمان البطولات بإذن الله تزيد لو إحنا كمجرس دار كل زمالين خان الزر عندنا إمام كامل بالمجموعة دي عشان كده إحنا كلنا نهارده قلنا نشوفكم احتفل بيكم ونقول لكم الكلام ده المسئولية بقت أطبع وانتوا أهل المسئوليين وتقدروا تعملوا الكلام ده وكمان المجلس ده كمان نسب ندرس مع بعض في المجلس إن كان فيه مش عارف نسب وشعارف توزيع نسب من العقود وكده فإحنا دلوقتي بقى فيه حاجة أعتقد مناسبة جدا النسبة للسنة اللي فاتت أو يعني السنتين اللي هو ربعا طيود فهيكون النسبة إن شاء الله تبقى أفضل بكتير وتبقى لإنتوا تستحقوا ده إنتوا تستحقوا إن إحنا يكون المجلس دارة النهارده يكون كل المجلس بيتكلم إزاي نقدر نكافئ اللي أولاد وإزاي نكافئ اللي عبدتنا والمكافئة دي ميش علشان ده المجلس بيمين لا ده حقوق حقوقت وطبما إحنا ماشيين فيه ساعات جماهيرنا وماشيين فيه تركزنا والتزامنا لإضافة تاريخ لناديكم وتاريخ ليكم النهارده فيه عندكم مثلا مدير الفان بتاعكم مثلا كابتل طار كان لاعج زيكم لكن لو بيقعد يتكلم أكل نفسي اللاعب كلاعج حقق كذا وحقق كذا وحقق كذا وحقق كذا كان مسلول بقى حقق هذا مضوع لمدير فني وهكذا كل الزملة المدريين الموجودين يعني فجماعة التانية ألف مبرور وحيكون فيه تواصل مع دكتور سعد شلق مدير التنفيذي مع كابتر روف عبداليات وكابتر ياسر كابتر ياسر رملي عشان يعيدوا تاني يعني الإضافة أو ما تم خصمه ده يتعد تاني فلما انتم على قدر هذه المسئولية وبهذه المسئولية لانتم أسعدتوا بها الناس من كمة أسعاد الناس دي الناس منتظر أنها تسعدهم أكتر وعندكم ما هو قادم أمر مهم وبطولات مهمة لازم تاخدوها منتهج جدية منتهج جدية منتهج تركيز منتهج الالتزام ده مهم جدا يا رجال مهم جدا لأننا النهاردة جمهورك بيبقى شايف عطائك وروحك في الملعب عاملة إزاي بس جمهورك بس جمهورك ومسئوليت كمان وانت نفسك كلاعب احنا كننا كنا لعيبك زيك وانا كنا بنقعد برضو ما كانوا كده بنسمع نصايح الناس اللي سبقونا التزامك وجهودك الروحك العالية هدائك تركيزك الناس بتحس بيه تحس انت فعلا طلعت كل اللي عندك ولا انت بأسر وانا اعتقد انتو بدلوقات كده من اللي وشوشو اللي انا شايفها دي كده انتو عايزين تطلعوا اقصى حاجة عندكم ده اللي وده اللي احنا منتظرين منكم ان شاء الله مرة تانية ألف وبروك ديكتور ساعد عندك حاجة تانية الترتيب كويه الترتيب كويه للموضوع وده يا جماعة بس ايه حاجة بسيطة دي مناسبة الفوز وطولة كاسك وصل وفركل لاندين لكرة اللي ات رجال موسم عشرين وواحد وعشرين ده مرضو الدكتور ساعد مع مجلس ادارة فكروا ازاي يكون فيه تكريم للمناسبة دي تافزوا بيها في بيوتكم ان شاء الله تاني بنشكركم على اداءكم بنشكركم على روحكم بنشكركم على التزامكم ومنتظرين منكم ان ده يبقى الزيادة ان شاء الله بإذن الله شكرا يا شباب